بصوا. كل فرق ده بقى يطلع معايا البلوة كلها. ان كان جلد ميت. الحبوب الصغيرة اللي بتبقى في الظهر. اي حاجة بقى هتلاقي كل ده طليع كده معاك بقيت فلة. لو مش هتقدار انك تدعك بيديك زي ما انا بدعك كده. بالليفة بقى بتاعتك. والدائج ده زي الشطرة نزلي كله من على جسمك. انا بينا نشوف ايه هي الوصفة. انا حطيت كباية من الميا. ميا عادية خالص. ميا من الحنفية كباية. ومعايا نسكافيه هياخد منها معلقة كبيرة من النسكافيه. حلوة قوي. لو ما عندكش نسكافيه تقدر تستبدليها بالقهوة. بس المهم انها تكون سريعة الزوابين. هياخد معلقة كبيرة. يعني انا كده هحاول انزل معلقة كبيرة. هحط حبة كمان عشان اكمل المعلقة. تمام. كده حطيت بمقدار معلقة كبيرة. هابدأ ان انا ادوبهم كويس جدا. وده مهم جدا ان انا اقدر ادوب النسكافيه خالص. مش عايزاله يبقى له اثر ويكون داب معايا في المياه. هقلبهم كويس لحد اما يختفي معايا تماما. النسكافيه بيسرع على تفتيح البشرة. بيزيل البقع. بيزيل اي تسبغات في البشرة. آآ بيفتح البشرة جدا جدا. فالنسكافيه من الحاجات الجميلة جدا. هفضل اقلب لحد اما النسكافيه يدوب خالص معايا واقدر استبدل النسكافيه بالقهوة عادي جدا. تمام كده. يبقى احنا احطينا كوبية مياه ومعايا نسكافيه. اقلب بقى افضل اقلب فيهم لحد اما يدوبوا. كده تمام. ابتدأ يدوب معايا خالص وخلاص يعتبر داب. تمام. تركزي في الخطوات عشان الخطوات دي اللي ممكن تطلع معاك الوصفة لو انت مركزتش كويس هتطلحها بايزة. بنركز كويس. اللي بترم خلاص وبقوا تمام. هجيب معايا اللبن البودر. اللبن نيدو. لبن الاطفال عادي. بل وهنا المهم ان يكون بودر. تمام? احبط منه معلقة صغيرة مليانة. انا المعلقة اللي في ايجي دي صغيرة. يعني صغيرة عن المعلقة بتاعت الشاي اللي هي بتبقى مليانة شوية. يعني انا بحط بمقدار معلقة الشاي اللي هي معلقة صغيرة. هقلبهم كويس قوي عشان ما يكتلش مني. على طول كده. هو هيدوب معايا على طول. تمام كده. طبعا اللبن النيدو آآ من الحاجات الجميلة جدا على تفتاح البشرة. وكمان آآ بيخلي البشرة كده طرية. مش نشفة. او شحبة. لا بيخلي البشرة بتاعتك طرية كده. وبتبقى حلوة. عارفين الملمس بتاع البيبي اللبن البودر حلوة او في الحاجات دي. هياخد كمان معايا معلقتين الرز او الارز المطحون بتاع الاكل. ارز عادي مصري او رز مصري. عشان البلاد اللي بتتفرج علينا التانية تبقى عارفة الاسامي كلها آآ الارز عادي اللي هو المصري بنبطحنه في المطحنة واخد منه معلقتين. يبقى معلقتين رز مطحون. معلقتين ارز مطحون. طبعا على حسب بقى اما كل واحدة تسمعني من انا بلد. هقلب بقى كويس قوي. تمام كده. لحد كده اظن كل حاجة سهلة وتمام التمام. هحط كمان معلقة من الرز معلقة كمان لان انا قلتلك المعلقة اللي انا اشتغل بها صغيرة عن معلقة الشاي اللي عندنا كلنا. تمام? هقلبهم برضو كده. كل ما حطي مكون لازم اقلب عشان ما يكتلش مني مكون. وفي الاخر بترجع تبوز منا الخلطة. هجيب كوركم آآ بتاع المسكات. في كوركم بيبقى عند العطار آآ بتاع المسكات. لو ما عندناش نقدر نستخدم كوركم بتاع الاكل عادي جدا. يعني الدنيا سهلة خالصة هون مش مصعبها عليكم خالص. ايظن الحاجات دي كلها عندنا في المطبخ. الكوركم بقى بيساعد على ادالة البقع. وتفتح البشرة. وبينور البشرة جدا. آآ بيزيل لو انت عندك مسلا انكلف او نمش في جسمك بيروح تماما. الوصفة دي عموما كلها على بعضها حاجة كده سكر. عارفها حاجة امر قوي يعني. حاجة بجد طحفة. آآ لو كمان فرجت الوصفة دي كلها على ضهرك. وسبتيها. آآ لغاية ما تنشف وتبدأ تفروك كده ضهرك كله. هتلاقي كل الحبوب الصغيرة بتادي تتشال معاك وضهرك فتح وبقى شكله جميل جدا وهتلاقي يعني بلاوي نازلة منك. انت هتشوفي في اخر الفيديو من منظر ايه عامل ازاي يعني. هبدأ بقى اجيب الدقيق. او الدقيق طبعا من الحاجات الجميلة جدا اللي بتفتح البشرة. وكمان بيساعد على تفتح البشرة. اسمه الدقيق في مصر لكن بيبقى في البلاد الليل العربية اللي بتسمعنا او اللي بتشوفني دلوقتي اسمه التحين. آآ دقيق هاخد منه معلقتين او التحين. تمام كده. هقلبهم بقى كويس جدا لانه هيبتدي بقى هنا الدقيقة هيكتل مني في الخلطة. انا مش عايزة هيكتل. انا لازم ان انا نقلب كويس كده بكل عزوتي علشان اخوات لو كتل مني الدنيا عبوس. هقلب بقى كويس زي ما احنا شايفين. ولو كتل مننا زي ما انت شايفة كده هيكتل مني. بصوا انا هعمل ايه? عشان يفك مني. وابتدأ يعمل لي كده فكاكيع بيضة. شايفين? اخب المعلقة في الجوانب بالمنزر ده. كل الفكاكيع هتتطلع منه يعني. تمام? لان انا عايزة الوصفة تكون صافية خالص ما فيهاش اي تكتلات. تمام كده يا بنات? اهبس له كل الفكاكيع التادي تختفي معايا. اهم حاجة ان الوصفة كل مكون نقلب عشان الوصفة تدني نتيجة حلوة. كلها مينا نروح بيها على النار ونزخنها بقى علشان تثبت معايا الدنيا ونشوف القوام هيوصل لفينة. انا حطتها على النار اهو. هسيبها حوالي تلاتة اربع دقيق بس لحد ما تمسك في بعضها وتبقى شبه الكريم. هوريك برضك القوام بتاعها لما هيبقى شبه الكريم. افضل اقلب فيها كده لحدا ما القوام بتاعها هيمسك معايا. تمام. بصوا القوام بتاعها اللي انا عايزة. شايفين? يا رب تكون بينا او واضحة اهو انا هو حاول اورها لكم تاني بصوا. شبه الكريم ولا سيلة اوي ولا تقيل اوي. القوام ده تحفة. هبدأ احطها كلها بقى في علبة بتاعتي عشان اقدر احتفظ بها في التلاجة عايزة جدا جدا. ولو جمجت معايا في التلاجة بطلحها وحط فيها نقطتين مية صخنة. وقلبهم كويسة تبقى معايا سهلة في الاستخدام. انا بقى العلبة دي بشيلها في التلاجة لان انا بستخدمها في رجلي في ايدي في دهري في الركب في القوع الوصفة دي ما باستخدماش عنها اصلا. باخدها كده معايا في الحمام هلبيلة. وابدأ بقى اشتغل على جسم كله في الحمام. تحفة جدا. لو انت مش عايزة انك تسيبها زي ما انا هسيبها تنشف على قدية. بس الحركة اللي انا هورها لك دلوقتي دي. افضل بكتير ان تتعمليها احسن ما تفضلي لمشى بها سكراب على جسمك. بصوا. يعني احنا لما نفردها كماسك كده على جسمنا بالشكل ده ونسيبه آآ ينشف وياخد راحته بشرة تتشرب الوصف عشان تديني نتيجة حلوة. افضل من انا ممكن استخدمها في الحمام زي السكراب كده وتعجب جسمي وفي الاخر افش ياخد الدوش. اعمليها زي ما انا بعملها دلوقتي كده اللي هو تفرديها كماسك وتسيبيها تنشف تماما. يعني تخش الحمام كده تعود لك ساعة بقى ساعتين. اللي هو ان انا ما حدش خش دلوقتي انا عايزة ابقى عروسة. تخش كده للحمام بتاعك وتعمل المسك على جسمك كله بقى وتلعي منورة. تسيبيه ينشف خالص. وابدأ افروك زي ما انا هوريك كده النتيجة تحفة خيالية بجد الوصفة تحفة جدا جدا جدا. وعملي كمية وشيليها في التلاجة. وكل لما تعوزي تستخدميها وطلعها واستخدميها عادي جدا ما فيهاش اي مشكلة. بستو عن جدا خلاص تفردتها على قدية هسيبها حوالي ربع ساعة حد ما تنشف خالص. واهم حاجة لازم تنشف خالص. شكلها امر قوي على فكرة. يلا بينا نسيبها تنشف ونرجع. بستو هي هنا نشفت معايا تماما. الليفة المغربية لازم تكون عندنا كلنا وعند اي بنت لازم تبقى موجودة عندنا في كل بيت. الليفة المغربية تحفة جدا جدا جدا. لكنك بتعملي ولا اجدحها حمام مغريبي بجد في البيت. لو انت عروسة عمليها. ابتدي ان انت سي تبتدي تعملي الوصفة دي. هتعمليها كل قد ايه? بنعملها مرة في الاسبوع. الوصفة دي بنعملها مرة في الاسبوع. يعني مرة كل اسبوع تفدري ماشي عليها. لحد ما توصل على النتيجة النهائية المطلوبة. ودعيلي. اهم حاجة انك لما فعلا ان يجيب نتيجة معاك تدعيلي دعوة حلوة كده من قلبك ان شاء الله انها هتجيب معاك نتيجة هيلة جدا. وهتكون مرضية بازن الله. وما تنسوش بقى اللايك يا بنات. اللايك 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 يكون حلو زيكم كده. اعملوا لي لايكات يا جماعة ما تبخلوش عليا. عشان اللايكات يا اللي بتوصل الفيديو الاكبر عدد من البنات وكلهم يستفدوا وكلنا نستفيد. وكمان ما تنسوش تفعلوا الجرس وكمان تشتركوا معايا في القناة عشان تشوفوا كل الحاجة اللي احنا بنزلها اول باول وكل وصفة بنزلها وكل وكل حاجة كل حاجة بنزلها يجي لك اشعارها فوق. يا رب يكون الوصفة بتاعاتنا النهار ده عجبتكم. ولو في وصفة معينة عايزينها حاجة معينة من الوصفات اكتبوا لي في الكومنتات وانا هشوفها ان شاء الله وهحاول عملها لكم في اقرب وقت. باي باي.